المواجهة التي يحذرها الجميع هنا على الأرض قد تقع فجأة بعيدا في الفضاء في هذا المدى ملتبس الحدود صارت خطوط التماس بين الصينيين والأمريكيين خطيرة تنظر في أي لحظة باحتمال اشتباك كان ذاك مضمون الشكوى محطة الفضاء الصينية التي تقول بكين إنها اضطرت للمراوغة مرتين حتى لا تصطدم بأقبار من مجموعة ستارلينك التابعة للشركة سبايس ايكس الأمريكية حسب الرواية الصينية نجت المحطة السابحة في فضاء لا يستطيع هؤلاء الرواد وحدهم تثبيت موطئ قدم فيها بسبب عدم الجاذبية بل لا تستطيع الصين أيضا انتزاع مجال نفوذ فيه بسهولة بسبب شراسة المنافسة قبل أشهر قليلة دخلت محطة الفضاء الصينية هذه مدار الأرض ومن الأرض كان هؤلاء الأطفال يراقبون بأعجاب رواد فضاء بلادهم وهم يلقنونهم درسا في قوانين الفيزياء لكن حسب قوانين السياسة يقول النطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تخاطر بأرواح رواد الفضاء الصينيين وتجعل من الفضاء نفسه مكانا غير آمن يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى لقد تم تعريض طاقم محطتنا للخطر ويجب حماية السلامة الرواد في الصين تقدم مشاريع الفضاء على أنها أحد سرديات التقدم التي ستبوئ البلاد الريادة ذهبت هذه البعثة إلى محطة الفضاء الصينية قبلها أرسل مصبار إلى القمر وآخر إلى المريخ عوالم ضلت مجهولة لآخرين ومكشوفة للأمريكيين فقط أما الآن فقد صارت محط صراع بين الجميع